يذهب أيضا إلى لواء مجدي البسوني مساعد وزير الداخلية الأسبق سيادة لواء أهلا بك ومرحبا يعني هذه العملية مع خصتها الآن حان وقت استهداف المدنيين وفي إحدى القرى في مكان بغرب العريش وليس في أماكن المواجهات كيف ترى وكيف تحلل ما حدث منذ قليل أثناء صلاة الجمعة اليوم أولا كلمة واحدة رسالة واحدة 95 مصاب إيه هي أفلاس أن هذا دليل واضح وقوي جدا على أنهم أفلاس ليه سيادة لواء أنا آسف لأنه جاءني الآن الرقم الرسمي حتى الآن 54 شهيد و75 مصاب يعني لا نذيع طبعا الأرقام حتى يتم تصريح بها بشكل رسمي ونكون متأكدين منها الرقم الآن 54 شهيد نحسبهم عند الله يشوهداء و75 مصابا نتمنى لهم أن نجاء والسلام إن شاء الله تفضل السيدة لواء تفضل لقد منحوهم لقد منحوهم ويتام من أرقى ما يكون يعني نتمناه لنا جميعا وهو أولا أنهم استشهدوا في بيت الله وهم ضيوف الرحمن في بيته ووقت صلاة الجمعة طب مين يطول هذه الشهادة الأسمى ويعني ربنا يرحمهم إن شاء الله وربنا يشفي أشوهداء الآن عايزة أقوله بقى أكمل لك أولا ده إفلاس إفلاس ليه إفلاس نمرة واحد أنكم عجزتم عن مواجهة القوى الأمنية القوات المسلحة شمال سينما هي منتشر أكمل وقول أمن وتحركات عجزتم أنه كنتم تواجهوهم دي نمر واحد نمر اتنين أنه كنتم لجأتوا إلى قرية يعني مكان ومسجد والمسجد فيه مصلين طيب أنتوا النهاردة اللي عايزة أقوله بقى كنتوا بتكفروا الشرطة بتكفروا قوات المسلحة بتكفروا المسيحيين طيب واللي في بيت الرحمن ده ضيوف عنده إحنا كتقاليدنا وعدبنا أننا لو حد جاء أهان ضيف عنده في بيتي هو اعتدى علي إحنا مش هما يا ستلوة مع الأسف يعني إحنا مش هما إحنا اللي عندنا تقاليد زي دي لكنهم يعني آه شيء خسيس جدا للغاية أنا عاود بس يعني أفهم اللي ممكن يكون عنده زر الطعاف اللي ممكن يكون بيتفاهم أو بيهلل لحاجة زي كده أو اللي دعموهم أو اللي مدون بالفلوس انتوا اعتدتوا على بيت الله بيت الله وكفى ما نتذكره ما حدث في ربعة وهي بيت الله دي نمرة واحدة إفلات يا سيد إفلات دي نمرة واحدة نمرة اتنين بقى اللي أنا عايزة أقوله صحيح إنك إنها كمان حتى الوسيلة في حد ذاته الإسلوب في حد ذاته إيه مش بالأسلحة الآلية ولا بتقال ده تفجير وتفجير سهل جدا تزرع العبوة عند المسجد وتفكرها بالريمون إيه المهارف دي نمرة ثلاثة علشان معصلك بأن أولا إذا كان زي ما قال الأستاذ المنير أنها نكاية في الدولة ده وكل من يسمعني النكاية في الدولة ما لدي وما للناس المسالمين المصلين طبما أنت عندك الدولة بأجهزتها بمؤسساتها أنت فشل أنك أنت تواجه الدولة فتقوم تواجه الناس العزل من السلاح الأمينين اللي داخلين يصلوا فريدة الجمعة اللي ربنا خصها بصورة في القرآن أنت بتأمل إيه نكاية إيه دهبا وتخبط وجنون وتخلف عقلي لا عقيدة ولا زفت ما فيش عقيدة اللي أنا عايز أقوله بقى هنا طيب أنت لجأت للقرية يبقى دالينك أنت مخنوق في أماكن ثانية وديت الديني رسالة وطمأنينة أن زي ما بقول برضو أنهم فشلوا في المواجهة هذه الصحراء الغربية وأدي سينة وبالأمس القريب في البحيرة وفي الماريوطية وفي النوبارية وفي كفر الشيخ وفي السلام في القاهرة ضبطت متفاكرات وأسلحة وسيارتين مفخختين الضربات قوية أنا عايز أقول للسادة المشاهدة ما ننزعكش الحادث صحيح أنه أدى إلى استشهاد ووفاء وإصابات لكن ما ننزعكش منه لأنه حادث خايم في أسلوبه في تفكيره في استهدافه فدي تطمننا أكتر طيب طيب نعمل إيه بقى نعمل إيه أنا بقول بقى تطنفين يعني ده الكلام عنهم علينا أيضا بالمناسبة أنا عايز بس أثير نقطة سواء يا رسيط اللواء لأنه مع الجيش والشرطة بيوجهه النهاردة استهدف المدنيين ومش المدنيين فقط استهدف المتعبدين في بيت الله أثناء صلاة الجمعة من قبل طبعا كان بيستهدف الكنائس ماذا على الناس يعني الناس لازم أيضا تشارك في حماية نفسها ده لأنا كنت هقوله طبعا فضل كنت هقوله لحضرتك دلوقتي لأستاذ المساهد الضربة الاستباقية التي حدثت بالأمن اللي في المريوطية وفي ود النطرون والنبرية وكفر الشيخ جات وفي مزارع وفي شؤة تكنية جات منين جات منين جات من المعلومة والمعلومة منين من الناس يبقى إذن هنا دائما أقول المساندة الشعبية إحنا مش الأمن بس إحنا في القارية هنا وفي المتافأة إزاي وصلوا للقارية إزاي وهل هم بيوتهم هناك هل هم لهم ناس هناك يبقى إحنا فين نراقب كل تحركات غير عادية نراقب الرجل اللي بيصلي في الجامعة وبيستقطب ناس ما حصل في البيوه وبيربي هذه العقيدة وهذا الفكر المتخلف إحنا علينا المساندة الشعبية ثم المساندة الشعبية وبدونها لأن إحنا ملايين ومتغلغلين في كل شفر وفي كل ناجة وفي كل قارية أما الأمن والخطوط مسلحة فهي أي ما بواجبها بس لا ولن تنجح إلا بالمعلومة اللي مصدرها أنت يا ابن البلد يبقى يا ناس هنا يا أهل القارية دي حيبان من التحليل كيف وصلهم كيف رصدوا هذا المسجد هل هم من أبناء القرية يبقى أقولهم إن أنتوا ظلمتوا نفسكم لو من أبناء القرية هعرفهم لو مش من أبناء القرية يبقى أكيد في القرى هيعرفوا من المستجد عليهم شوفي حبيبي لا يمكن واحد بيرتاكب جريمة زي ما تعلمنا في عملنا إلا في مكان إلا ما بيكون درس هذا المكان وله زريعة فيه له دليل فيه استحالة إحنا إحنا هنروح من واجه أي قرية كده إحنا عارفين يا فاهي إحنا عارفين هي مين فيها لا 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 استحالة ده المسجد نفسه محدد القرية نفسها محددة هتلاقي فيها خيانة من داخل القرية نعم هتلاقي فيها أدلة من داخل القرية على الأقل اللي أمتوا بالمعلومات ما فيش مجرم بيرتاكب جريمة إلا عن دراسة لابد يبقى إذن هنا ننشط يا جماعة ننشط ونفوق ليه عشان دول ناس وعلى فكرة عايز يقول لحضرتك حاجة نستها هم بيعملوا دي ليه هو زي ما قال الأخ الفاضي للفكتور إنها إنهاك للدول أو رسالة إن الدولة يعني فاشلة مش قادرة تحمي الموطني أو نكاية ده تحليل للأجر اللي واختينه لا أكثر ولا أقل وده كان أسئلتي للأستاذ مونير يعني الشكل العقادي مش هصنع هذه الخصة يعني أكيد لا 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 عقيدة إيه بقى دي عقيدة إيه طب إنت عقيدة طب إنت قلت المسئم ماشي عم إحنا كفار الشرطة كفار وجيش كفار إنه بيصالوا بيت ربينا طب إنه بيصالوا طب إنتم بيصالوا وده بيت وبيت بالضبط شكرا جزيلا لحضرتك ساتي اللي هو يعني أشكر حضرك على وجودك معنا مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق